خليل هملو مراسل القهر الإخبارية من دمشق يضعنا في تفاصيل هذه العمليات خليل أهلا بك يعني انزال قوي وأمريكي في منطقة منطقة العقيدات أو شرق العقيدات شرقية دير الزور لماذا هذه الانزالات المتكررة تكرر عمليات الانزال في هذه المنطقة كثيرا من قبل هذه القوات القوات الأمريكية وقوات قصد فضعنا في تفاصيل حيثيات هذه العمليات ولماذا الآن أهلا الرعد في الحقيقة هذه العمليات تأتي آخر العمليات التي نفذتها القوات الأمريكية في مناطق شمال وشرق سوريا وهي واحدة من عشرات العمليات التي نفذتها القوات الأمريكية وأقصد هنا العمليات الانزال الجوي عادة تلجأ إلى تطويق المنطقة بالقوات البرية بداية ثم تتبعها طائرات حربية وأحيانا طائرات مسيرة وتتم عملية الانزال بواسطة المروحيات لماذا هذه المنطقة رعد بالذات هذه المنطقة كما تسميها القوات الأمريكية وبعض مصادر قوات سوريا الديمقراطية بأنها لا تزال هي حاضنة لتنظيم داعش وتتم العمليات لاستهداف عناصر ربما ترد أسمائهم خلال التحقيقات التي تجريها القوات الأمريكية وقوات قصد مع معتقلية تنظيم داعش لكن هذه العمليات تركزت في الفترات الأخيرة على شريط مناطق شمال وشرق سوريا وأتحدث هنا عن ريف دير الزور الشرقي الذي يخضع لسيطرة قصد وأيضا المناطق التي هي خاضعة لسيطرة قصد في محيط مدينة الحسكة بالنسبة لعاملات الإنزال الأرعد هي تختلف بحسب الأهداف التي تبحث عنها القوات الأمريكية هذه العمليات نفذت في عموم المناطق السورية وجميع مناطق السيطرة نفذت في مناطق سيطرة قصد والتي هي شمال شرق سوريا ونفذت أيضا في مناطق ريف حلب الشرق التي هي خاضعة لسيطرة فصال المعارضة الموالية لتركيا وأيضا في مناطق محافظة إطلب التي هي نفوذ جمهة النصرة وقبل تقريبا حوالي عشرة أشهر من الآن في بداية شهر أكتوبر الماضي نفذت أول عملية للقوات الأمريكية عملية إزال جوي في قرية ملوك وهي تقريبا حوالي 17 كيلو متر جنوب شرق مدينة القامشلي وهذه المنطقة هي خاضعة لسيطرة الحكومة السورية هذه العمليات رعد أيضا طالت أشخاص ربما لبعض منهم أشخاص مدنيون لا علاقة لهم بالتنظيم ولكن الكثير من العمليات كما قالت لنا مصادرنا إما نفذت لأشخاص لهم ارتباط بالتنظيم وهذه العمليات وهؤلاء الأشخاص في سوريا عموما أرعد لم يكن هناك مناصب علية في تنظيم داعش من السوريين بالعموم هم ربما يكونهم في الصف الثاني أو الثالث أما العمليات الكبرى التي نفذت قوات التحافة الدولي في محافظة إدلب تقريبا في أكتوبر 2019 وتقريبا في فبراير الماضي ضد أبو بكر البغدادي وهو زعيم تنظيم داعش في محافظة إدلب وفي فبراير الماضي أيضا نفذت عملية ضد القرش وهو زعيم تنظيم داعش الجديد أيضا رعد بعض العمليات نفذت لأسباب كما تقول مصادر محلية وهنا أقول بالتحديد مصادر محلية في محافظة الحسكة نفذت ضد أشخاص لأسباب مالية باعتقاد أو اتهامات تتحدث أن هؤلاء كان لهم دور في مكاتب الصرافة أو تحويل الأموال وهذه التحقيقات التي تقوم بها القوات الأمريكية كما تقول تلك المصادر رعد وأقول هناك كما تقول تلك المصادر بأن الكثير من العمليات الآن تتبع المال الذي كان يتحدث عنه لتنظيم داعش بأن هناك مليارات الدولارات والذهب البحث عن هذه الأموال وتم تنفيذ العمليات إن كان في محافظة الرقاة أو في دير الزور أو في الحسكة للبحث وراء المال وليس البحث وراء السياسة نعم خليل هملو أشكر شكر الجزي على هذه التفصيلات الدقيقة لهذه العمليات وخلفياتها خليل هملو مرسل قهر الإخبارية من دمشق شكرا جزي لك